خلالية خلالية لا تزال مساحة الحرية التي عبدها السودانيون الثائرون بدمائهم محاطة بقيود العسكر ولم تكت تنتهي قضية فضي الاعتصام في العاصمة الخرطوم حتى فتحت مجزرة مدينة لبيض الباب على مصرعيه لمخاوف على مصير الديمقراطية في ظل التجاذب بين العسكر والمعارضة وهتاف المتظاهرين ورصاصات الجنود ستة طلاب أربعة منهم قصر قتلوا في تظاهرة احتجاجية بمدينة لبيض بعد أن فتحت قوة من الأمن النار عليهم المجلس العسكري والانتقالي سارع إلى تبرئة نفسه من الحادثة وفتح تحقيقا بمجرياتها ليصل إلى نتيجة أن قوة أمنية كانت تحرس بنكا قتلت الطلاب المتظاهرين إجراء أكثر تصعيدا قام المجلس العسكري في السودان بإيقاف سبعة عناصر من قوات الدعم السريع الذين أطلقوا النار على المتظاهرين وأكد رئيس لجنة الأمن في المجلس العسكري جمال عمر أنه سيتم تسليم الموقوفين من أفراد الدعم السريع للنيابة العامة شمالي كردوفان لاستكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة تحركات المجلس العسكري بشأن الحادثة لم ترضي الأطراف المعارضة ولم تعطه صك براءة من المسؤولية عن وقوعها حيث اتهمت جمع المهنيين السودانيين المجلس العسكري بالرغبة في تضيع الحقيقة ودعاوى لشمال كردوفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله إلى القبض على مرتكبية المجزرة رسالة مبطنة بعثتها قوى المعارضة إلى المعتقدين بتمكن آلية القمع من إخماد التظاهرات وأكدت على أن الاحتجاجات والمسيرات ستستمر طيلة الفترة الانتقالية ولن تتوقف ما لم تنقل السلطة إلى إدارة مدنية ودعا تجمع المهنيين إلى مسيرة مليونية تحت تسمية القصاص العادل مجزرة مدينة لبيض نبهت السودانيين إلى ضرورة تكثيف كل الجهود حتى وصول الحرية المنشودة إلى بر الأمان وضمان عدم وقوعها في أوحال استبداد جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر